رصدت كاميرا الإخبارية التزام أهالي بلدة السعير التابعة لمحافظة حفر الباطن الذي يسكنها نحو 12 ألف نسمة وتبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 10 كيلومتر للحديث أكثر ينضم معنا من السعير عبر سكايب مراسل الإخبارية طارق المزهود أهلا بك طارق معنا طارق هل تسمعني؟ نعم محمد أسمعك الآن نعم حدثنا عن هذه البلدة التي أنت فيها الآن ومدى التزام مواطنيها ومقيمينها بالإجراءات الاحترازية لديكم نعم محمد بلدة السعيرة أو مركز السعيرة هو أحد المراكز التابعة لمحافظة حفر الباطن وهو يقع آخر مركز من المركز التابعة لمحافظة حفر الباطن هذا المركز محمد يتواجد فيه معظم الأجهزة الحكومية إن كانت من ناحية المستشفى أو الشرطة أو المركز ذاته أو أمن الطرق أو البريد أو غيره من الدفاع المدني كذلك هذا المركز محمد أحد المركز الجميلة بلدة يغلب عليها طابعة تعاون بين ساكنيها اليوم أنا كنت في السعيرة منذ الساعة الواحدة ظهرا ورصت تعاون الأهالي في مسألة تطبيق منع التجول الكل هنا متعاون بدءا برئيس المركز الأستاذ مشعل الفغم وكذلك بقية الأجهزة والمواطنيون هنا والمقيمون الأمر الآخر هذه البادرة كما تشاهد خلفي وشاهد المشاهدة الكريم أثت من مستشفى السعيرة الأستاذ فراج السباعي وطاقم الذي يعمل معه يقومون بفحص الشاحنات والمركبات التي تمر ببلدة السعيرة بلدة السعيرة طبعا تربط بين حفر الباطن وبين بقية مدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية يتم في اليوم تقريبا فحص ما يقارب 50 مركبة ما بين شاحنات ومركبات صغيرة في حدود إلى الآن تقريبا 500 مركبة بدأوا في ذلك منذ نحو أسبوعين العمل يبدون منذ الساعة التاسعة مساء في رمضان أو الثامنة مساء إلى تقريبا الساعة الواحدة صباحا جهود كبيرة تبذل الرجال الأمنون تريد أن خلفهم أمن الطرق الحقيقة أن هذه البادرة محمد هي أحدى المبادرات الرائعة في هذا المركز الرائع والجميل شكرا جزيلا كان معنا عبر سكايب مرأس الإخبارية طارق أهل مزهود